أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن موفقة أعضاء لجنة التطعيمات في مملكة البحرين على تطعيم الفئة العمرية البالغة من العمر ثلاثة أعوام إلى أحد عشر عاما في مملكة البحرين بتطعيم سينوفار من مضاد لفيروس كورونا بجرعتين نعم سيتم البدو بهذا التطعيم بدءا من يوم غد الأربعاء إذ جاء هذا القرار بعد أن درست لجنة التطعيمات جميعا توصية الطبية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفيروس كما ستتم الموفقة القريبا على تطعيم فايزر بيوتينيك المضاد لفيروس كورونا بجرعتين الفئة العمرية من خمسة إلى أحد عشر عاما وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية تطعيم الفئة العمرية المذكورة لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم خاصة في ظل طول فترة حضانة الفيروس لدى الأطفال في حال الإصابة به مضيفا أنه بالإمكان التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة أو عبر تطبيق مجتمع واعي نوه الفريق لأن التسجيل يتطلب موفقة ولي الأمر قبل أخذ التطعيم للراغمين من هذه الفئة العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم ترجمة نانسي قنقر